وعشان كده ده النادي الاهلي وعشان كده مبروك للنادي الاهلي ومبروك لجماهير النادي الاهلي البطولة الافريقية بالسري النادي الاهلي بطل البطولة وبطل القرة شكرا رجال النادي الاهلي شكرا اجستي الحقيقة مشاعر بهجة غير طبعية البطولة دي انا فاكر كويس اوي وانا مستضيف اهاب امين هنا قبل من حقق دور السوبر كان بيقول لي انا محتاج دور السوبر مش عشان اللعيبة عايزة دور السوبر احنا محتاجين دور السوبر عشان نرجع لمنصات التتويج عشان نبقى رقم واحد في افريقيا كنت بتكلم على الكابتن احمد الجرح بقولوا كابتن احمد ما بيتكلمش عن بطولة محلية بيقول احنا هدفنا وترجطنا اننا نستحوذ على البطولات القرية مبروك جماهير النادي الاهلي طبعا يا فارس حاجة عظيمة جدا يعني شعور غير طبيعي الواحد فرحان فعلا للفرقة دي فرحان ان انت لما بتشتغل صح ربنا بيكافأك وبيديك الحاجة اللي تسعد جماهيرك في لعبة السلة انا عارف واصل كواس اوي كابتن كابتن طبعا الجمهور يعني جمهوركم معاكم نحق حلم حياتنا جماهير النادي الاهلي رحت ورا فريق البسكت لرواندا وده طبيعة جميع الاهلي اللي كانت بتروح الكويت اللي كانت بتروح مع لعب الصلاة في السعودية الحقيقة حاجة مفخرة للنادي الاهلي فريق كرة السلة زي ما بقولك يا فارس كابتن احمد الجرحي كابتن طرق الغنام لما بتكلم معهم ما بيتكلموش عن فكرة يا جماعة انه ناخد بطولها محلية ونكتفي ده الناس بتتكلم على اننا جايين بالسكواد ده بالجيل ده نغير تاريخ كرة السلة في مصر لان النادي الاهلي يا فارس رقم واحد وعشان كده كنا بنتكلم في قدر النادي الاهلي هو ان يكون رقم واحد في كل العاب يعني مبروك لجمهور النادي الاهلي مبروك لكل جمهور النادي الاهلي لحظة احنا كل اسبوع بيطلع نقول لكم مبروك يا جماعة كل اسبوع هنا ربنا يدامها نعمة ربنا يدامها نعمة رب الحمد لله دوري عبور نصف نهائي عبور ربع نهائي النهاردة بتحقق بطولة كبيرة جدا هو ده هو ده قدرك كمشجع اهلاوي بتشجع النادي الاهلي انت حتلاقي هنا على شاشة قناة النادي الاهلي كل مرة بنقولك مبروك كل مرة بنقولك نجاح مديني لان ده باذن الله باذن الله مسيرة النادي الاهلي وده تركيز النادي الاهلي وده ما يليق بالنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي طبعا كنا دايما 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 بنقول فكرة يعني فكرة ان انت تكون متفرد وتسيطر وتكون في كل اللعبات مكتسح انا مرة عرضت البايرن وعرضت الفرق اللي في كرة القدم لها باع قلت يا جماعة دي معادلة مستحيلة ولكن النادي الاهلي بيعمل يا اسامة النادي الاهلي بيحقق معادلة مستحيلة الجزء اللي بيحقوا منها هو شيء بالنسبة لي إعجازي النهاردة كتيبة أوجستي ومشروع أوجستي لأن هذا الرجل جاء النادي الآلي كمشروع هذا الرجل لما أنت تعاملت معاه حطيت أفكاره مدرب على أفكار النادي الآلي يليق بفكرة النادي الآلي يليق بفلسفتك وأهدافك من اليوم الأول أنا شايف أنه أوجستي هو مدرب مشروع لأنك عشان تنجح في النادي الآلي محتاج يكون عندك الفنيات والشخصية وأوجستي قدر يجمع ما بين الاتنين الفنيات والشخصية الشخصية داخل النادي الآلي من أهم سمات النجاح والحاجات اللي تقدر تروح فيها لبعيد النهاردة إحنا بنروح لبعيد النهاردة نصر الأهلي بيحلق عالي بجد نصر الأهلي بيحلق عالي لفوق لأن قدرك أن أنت البطل قدرك الناس لما تيجي تبص عليك لازم يكونوا تحت وإنت بيبصوا عليك فوق لأن أنت النادي الآلي اللي دايما أرقامك طاليق بالبطل النادي الآلي مبروك لكل النادي الآلي مجلس إدارة النادي الآلي جمهور النادي الآلي لاعب النادي الآلي أوجستي كابتن أكيد خالد العوضي المشرف على النادي الآلي في كل قطاعات ألعاب الصلاة وأعتقد اللي بصمة واضحة جدا ده بيحصل وتفرب نشوفها في كل هالعاب طبعا وحد عنده منهجية وحد حتى من اليوم الأول بتشوف أنه عنده رؤية وعنده فيجن للقطاع كله فالنهاردة مبروك لكل أهلاوي على شاشة النادي الآلي بنفرح ببطولة جديدة بنفرح ببطولة أول مرة تدخل خزايا من النادي الآلي وانا بشوف أنه جماعة من مسمعات جديدة اه طبعا ما ينفعش في حاجة أو بطولة تكون حد خدها محليا أو من المنافسين المحليين وانت ما خدتهاش أو من غير المحليين لأنه لو البطولة مش هتتزين باسم النادي الآلي هتتزين باسم مين يا أسامة واعتقد دول الأبطال اللي على الشاشة قدامكم دول الأبطال دول أبطال المشهد دول أن النهاردة كلنا بنبص ليهم وبنقول لهم ألف شكر ليكم على بطولة جديدة وبتفرحونا دايما يليق بهم العظمة يليق بهم النادي الآلي والنادي الآلي يليق بمثل هؤلاء والنادي الآلي بمثل هؤلاء المميزين لأن الحقيقة لما تيجي تتكلم عن الجيل ده فعلا جيل من اللعيبة المميزة أنت مش بس بتصنع اسمك من خلال أن أنت بتعتمد على التاريخ أو ترتكل التاريخ لا أنت قدرت أن أنت تجيب مدير فني هدية وبنشكر كل اللي دعا لأجستي بالتوفيق في خطواته القادمة يعني كانت دعوة مقبولة جدا أنا أتمنى يدعي لي يعني يدعي لي بالتوفيق في خطواتي القادمة زي ما دعيت لأجستي يعني ربنا يدعي ما نعمة الحقيقة جهاز فني على أعلى مستوى لاعبين على أعلى مستوى الحقيقة كمان يعني مجلس إدارة قدر يحط إيده على اللغز قدر أنه هو يقول ألعاب الصلاة محتاجة إيه عملنا ده في كرة السلة عملنا ده في كرة اليد إن شاء الله الطائرة ترجع تعود مرة أخرى للسيادة وتعود إنها رقم واحد لأنها ما زالت رقم واحد ولكن تعود لحصد كل الألقاب ده شيء عظيم جدا والحقيقة مدير النشاط الرياضي الكابتن خالد العودي هو فعلا مدير نشاط بدرجة مشجع الراجل فعلا حرفيا بيبقى وموجود في المسئولية بدرجة المشجع عارف الجمهور عايز إيه فبيبدأ يبزل أقصى ما لديه زي ما الكل في النادل قالي بيبزل أقصى ما لديه مجلس إدارة جهاز فني لعبين وعشان كده الجماهير هي كمان بتبزل أقصى ما لديها وبتروح رواندا بتروح رواندا عشان تدعم الفريق عشان نحقق البطولة بمسمال جديد إحنا أبطال القرى الصمرة إحنا ممثل أفريقيا في منديال الأندية القادم إحنا بإذن الله اللي هنشارك أيضا في بالفور لأننا فوزنا بيئة دوري السوبر هذا العام للعام التاني على التوالي وبإذن الله زي ما بقول لكم اللعيبة دي بالجيل ده بالجهاز الفني ده بدعم مجلس الإدارة بدعم الجماهير المحبة للنادي الأهلي اللي بتروح وراء الفرقة كل مكان لما خسرنا البطولة العربية كانوا وقفين برغم أنهم جايين من بلاد كتير جدا للكويت كانوا وقفين وبيشجعوا اللعبين ولكن اللعبين رفضوا التشجيع وهم خسرانين وقالوا بنعتذر واستنون واحنا بنحقق البطولات اعتذارا عن خسارة البطولة العربية اعتذارا عن خسارة البطولة العربية